موسيقى اختي الكريمة كنعيش فصل الصيف والصيف سيف فصل الصيف فصل فيه الحرارة فصل فيه العطلة ارتبط الصيف في الاذهان دي الغالبية العظمى بالاستجمام والراحة والنوم والتجول والصفر والترحال يعني واحد الفصل الانسان كيتبدل فيه النمط دي الحياة دينا كامني حتى اللي مولف كيأكلش في الدار فصل ما كيأكلش في الدار يعني ما كيخرش في بعض الاوقات يعني كيتغير البرنامج اليومي دينا انا كمؤمن كمسلم انا كواحد افكر في الاخرة كيف يمكنني استغلال الصيف باش ميكونش صيف باش ميقطعنيش كيف أستغل الصيف ونربح على دي الموسم في القرآن الكريم وانا بصدق بغي نتكلم بالخصوص مع الشباب مع الناس اللي في مرحلة الدراسة واللي عنده مدلوقت هدف ووقت فراغ سيد ربي في القرآن الكريمتي يقول واذا فراغت فانصب واذا فراغت ولي عندك الفراغ عندك الوقت اش من الدير فانصب شنيه فانصب فاجتهد وفي الحديث الصحيح سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم يقول نعمتاني مغبون فيهما كثير من الناس زوج دي النعم وحد العدد الكبير دي الناس مصيدين فد النعم مغبون فيهما كثير من الناس مصيدين مش موتين فد النعم نعمتا ممش ما هادي النعمتين الصحة والفراغ شحان من واحد كون كنت نعرف كنت نصمتا ديك لأيام لي كانت عندي صحة وكان عندي الجهات كنت نصم بلتنين وكونوا كنت نصم بلخميس مصاب ديك الأيام لي كان عندي الجهة كن كنت نفيق نصلي وندير وندير ودعموا عندي جهات مصاب كنت وللأسف كيف قال أحد الفلاسفة الغربيين قال مصيبتنا نحن بني البشر أننا نتعلم بعد فوات الأوحن إمتى الإنسان تفهم حتى كيف يفوت الفوت المؤمن مشي هكذا المؤمن فعيق المؤمن رد البال المؤمن حريص على أنه يغتانم كل لحظة نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة زيد والفراغ الفراغ نعمة عظيمة أنك ممشورش بشي حاجة عندك الوقت عندك متسع من الوقت أعرف أناسا والله العظيم الذي يقلب غير على الوقت ما لاقيهش يقلب على وقت باش يمشي يدير صيلة يزيل الرحي ما لاقيش الوقت البرنامج عنده مزحوم من هادي الهادي من هادي الهادي من هادي بغي وقت غير فيني يجلس يتفرغ العبادة شوية عنده أموال عنده 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 ما لاقيش الوقت بغي يدير عمرة ما لاقيش الوقت وانا علش في اللول كنقول الشباب لأن الإنسان في هذه المرحلة بالخصوص ديالشباب كيكون عنده زوجة الحويش كيكون عنده الصحة وفي نفس الوقت عنده الفراغ غدي يجي واحد النار والله العظيم ما تلقاش الوقت غتقول لي عندك مسؤوليات غتقول لي خدام غتقول لي ما بقيتش ديال راسك غنم هاد الوقت أمنيتي اليوم يا ربي أنت تسمع وانت تعلم يعني السر وأخفى وكتعرف شنو في الصرائر وفي الضمائر أمنيتي اليوم يكونوا شبابك يسمعوا يا ربي يكونوا شبابك يسمعوا ولي يسمع شي حاجة يا ربي يجعلها بردا وسلاما في قلبه ويجعلها سبب لأن التروة ديالنا الحقيقية هي الشباب نشتغل عليه إن شاء الله كيف أستغل الصيف بعض الأفكار يعني يا دردشة حول هذا الموسم إن شاء الله فاصل قصير ثم نلتقي بعدها مباشرة اللهم صلي وسلم وبارك وأنا وتفضل على سيدنا وسندنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أخي الكريم واختي الكريمة اليوم بإذن الواحد الأحد بغنين تتكلموا على استغلال الوقت خاصة في هذا الفصل اللي هو فصل الصيف وستتفاجأ أخي الكريم واختي الكريمة من اللي غادي بدا نذكر الأحاديث وغا تلقاني الموضوع اللي أنا بغي ندري عليه وطريقة اللي تنقطع حليوم لاستغلال الصيف غادي جيك نوع من الاستغراب ونوع من العجب ولكن هذا أمر مقصود خليني بداية نقول لك بأن في فصل الصيف بزاف ديالناس داروا إنجازات في فصل الصيف وبزاف ديالناس تغييرت حياتهم في فصل الصيف شتيم اللي كناك نقرأه في المدرسة وهذا الشي اللي كنت انتب مازالك تقرأ أخي الكريم واختي الكريمة غا تلاحظ هذا الأمر هذا شحا من واحد قبل الصيف في الموسم الدراسي اللي عام الفيت خليناه في واحد الحال نطلقينه في الموسم الآخر ولقيناه في واحد الحال الآخر يا إما كيكون تحسن ولا في واحد المستوى أعلى يا إما كيكون نزل ما نستهنش بهذا الوقت هذا هذا اللي كيكون دير الصيف هذا الوقت دير العطلة راه ناس كتغير فيه شحا من واحد أخي الكريم في هذا فصل الصيف خدا دورات تدريبية مشا كو نرصوا في شي مجال معين مجا يدخل سبتمبر حتى القناة عنده واحد العدد كبير دير المعلومات واحد العدد كبير دير المهارات وتحسنت حياته بشكل كبير لأنه استغل هذا الفصل شحا من واحد فصل الصيف تعلم لغة جديدة ما كانش كيعرف لها أو كان عنده مشكلة في شي لغة جنبية وتقنها في فصل الصيف جل الموسم المقبل القراسوتي طير شحا من واحد أخي الكريم واختي الكريمة في فصل الصيف استطاع أن يحفظ القرآن الكريم وش حال من واحد في فصل الصيف بناء عضلات قوية وبناء جسد قوي علاش؟ لأنه ركز في هذه الفترة دي الصيف عوض ما يبقى واقف في رأس الدرب وعوض ما يبقى عادي ضيع الوقت في الناس وعوض ما يبقى كده استغل ذاك الوقت وتسجل في نادي رياضي وأكل كله أكل صحي ونعصب بانتظام ودر تدريب وتمارين رياضية وفصل الصيف طلقينا معاه في العام المقبل طلقينا تغييرات البنية الجسدية دياله الصيف وقت إلى استغلتهم زيان أخي الكريم واختي الكريمة أنا بالخصوص أتكلم مع الشباب أتي دفع بك واحد دفع قوية في حياتك وإلى ضيعته كتكون ضيعتي واحد الفرصة كبيرة في حياتك طيب شي مرة واحد الواتساب كان وصلني كنت تكلم على الوقت اللي كان قضيه في الحياة ديالنا مثلا واحد الإنسان عاش نقوله إحنا يا تسعين سنة مثلا القو بأنه على الأقل كيكون نعس تلاتين سنة طولة ديال الوقت ديالنا كنت وزوف الناس اللي عاش 60 سنة عنده 21 سنة مش هتعف الناس أنا اليوم بغي نتكلم معاك باستغلال فصل الصيف على هاد الفترة ديال الليل وبالخصوص بالخصوص بالخصوص كيف تستغل نومك ياك على الأقل الإنسان عنده واحدة منية تسويح كين عزا يعني في المتوسط كيلي تين عز كتر كيلي كين عز قل ولكن احنا نقوله تمانية تسويح كيفاش تستغل هادك تمانية تسويح اللي كتكون نتا نعس فيها وكنكونا نعس كيفاش كنستغل أنا نعس ونستغلها وغنربح منها كيفاش اسمع لي هذا الحديث العليب جدا وعطيني خاطرك أخي الكريم أنا عرفتك وفهمتك بأنك كنتك تتوقع أنني أغدو لك على بعض الأنشطة اللي ممكن نديرها في فصل الصيف أفكار شيء أمور ممكن يعني نديرها في النهار لا أنا باينتكلم معك عن الليل وانت ناعس تربح فصل الصيف كيقول النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم من بات طاهرا شنو بات طاهرا يعني نعس مضي من بات طاهرا بات في شعاره ملك كينا اسمعها في الفراش ديالو الشعار والفراش كينا اسمعها في الفراش ملك كتكون حديك ملك من بات طاهرا بات في شعاره ملك فلا يستيقظ إلا قال الملك اللهم اغفر لعبدك فلان إنه بات طاهرا اللي نعس مضي في الليل كل ليلة يحرص أنه ينعس وهو مضي كينا اسمعها في الفراش ديالو ملك عوض ما يكون وحده الشياطين كيكون حده واحد الملك ولي حده الملك كتقرب لله الشياطين نهائيا كينا اسم حداك ملك معاك ما تخافش حداك ملك نم مطمئنا وقت ما ضربتك الفيقة في الليل يعني عادي الإنسان مرة مرة كتضرب الفيقة وقت ما ضربته الفيقة في الليل تقول هذاك الملك اللهم اغفر لعبدك فلان إنه بات طاهرا حديث أخرجه ابن حبان في صحيحه حديث آخر عجيب جدا وأنا بويت نركز على الليل وبويت نركز على ديك الأعمال اللي اديرها قبل الليل الناس اللي قارين علم النفس والناس اللي عندهم يعني دراسات فيما يتعلق بالبرمجة اللغوية العصبية وبالخصوص في برمجة العقل الباطن غدي يفهموني مزيان علاش أنا بويت نتكلم على هاد الموضوع دي الليل وبعض الأعمال اللي نديرها قبل من نعسوا في الليل وعلاقتها بفصل الصيف تقبي يا أخي الكريم أختي الكريمة إلى هاد المعلومة هدي و هاد الأحاديث اللي أنا قلت اليوم حرصت أنك تطبقها في فصل الصيف غدي يكون هاد الصيف هدا نقطة تحول في حياتك أولا تباتوا أنت موضي تباتوا أنت موضي كل ليلة يكا الحمد لله ما تبعك تحاجة تبعنا في الصيف النهار خض راحتك عيش حياتك عادي بطبيعة الحال أنك تتحافظ على الصلوات ديالك بطبيعة الحال أنك تحرص أنك مديرش المعاصي وكده لكن أنا بغيت كيقومة ناس توضى كتضمن أنك كيكون حداك وحد الملك حافظك الليل كامل وكتضمن أنك تاخد هاد الدعوة إلى هاد الملك اللي كيدعي معك ملكة فيق وكيقول اللهم اغفر لعبدك فلان إنه بات طاهرا يا الله مش حال دي الفلوس لدي كم تقدر واحد يدعي معي ملك دعاء مستجاب لا يعصي الله حديث آخر عند أبو داود النساء ابن ماجا كيقول سيدنا محمد صلى الله عليه وعلا أليه وسلم ما عاد الحديث ده خطير جدا والله العظيم لا يقدر بأموال الدنيا حديث وشكون رأس سيدنا محمد رأم جانب الحديث قالوا من من الحبيب صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهواء إنه إلا وحي يوحى دك شليك يقر من عند الله لا يقول إلا الصدق الصادق المصدوق صلى الله عليه وعلا عليه وسلم حديث هذا هذا الحديث هذا اللي غنقول ده والله الذي لا إله إلا هو أقسم عليها بالأيمن الغليظة كن طبقنا هذا الحديث هذا مهما كانت عندك مشاكل مهما كانت عندك أمنيات مهما كانت عندك تحديات مهما كانت عندك شيء أمور لي كتب عليك أنت صعيبة طبق هذا الحديث وتفكرني ورد عليها وبغيتك تديره في الصيف بس الصيف الحمد لله الإنسان اللي تقرأه وكذا تكون عنده واحد نوع من التفرغ تفرغ لهذا شيء ما تبعك لامتحانات لفرود لما الدفل النية لهذه ما فهمتها لا تحاجر أخذ هذه المعلومات حديث كنز حديث سيغير حياتك نحو الأفضل يقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يبيت طاهرا يبيت طاهرا شنو هي ناس موضي فيتعار من الليل شنو فيتعار من الليل كالضرب الفقه كي حلعيني كيف زع كي حلعيني يستيقظ فيسأل الله تعالى خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياها المعنى إلا أن عز تموضي وضربتك الفقه بالليل أي حاجة طلبتها دي البني ولا دي الأخر يعطيها لك الله قطعا مثلا واحد يبحث عن الزوجة الصالحة مسكين ما عارفش ديخ ما عارفوش مش المواقع التواصل الاجتماعي ما عارفوش مش المواقع opportunity ما عارفوش مش لمواقع دي الزواج ما عارفوش مش مش يقولها الماما واش يقولها الصحابو واشي مسكين ياك مارا مشي دائما البناته ماندي راذ من جديد يعني عنده كل شي عنده دار عنده سيارة عنده خدمة عنده وعنده وعنده وما لاقيش لما مثلا إحنا في فصل الأعراس ناس انتم طاهر موضي ونعس سهل عادي غتزيد حاجة واحدة انك تتوضى وقت ما ضربتك لفيه قبل الليل يا رب واذا عبدك شلي كتب منها هادي اسقطها على اي حاجة من حوائج الدنيا وحوائج الاخيرة واحد دار شي ذنب كبير في حياته معذبه في حياته واحد دارت شي معصية كبيرة ومعذبه في حياته كتألم دميرها يؤنبها مليت ناسين عسينتي موضي واقترب من مضربتك الفيقة في الليل يا رب غفر لي وسامحني يا رب اعتقني من النار اعيد الحديث ما من مسلم يبيت طاهرا فيتعار من الليل فيسأل الله تعالى خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله يا فاصل قصير ثم دلتقي بعده مباشرة أيها الأحب الكرام نحن نجديد بكم تحيو وترحب أنتم دائما معنا عبر أثير إذاعة محمديني السادس للقرآن الكريم من الرباط ذكرنا واحد زوج دي للأحاديث نعود أن ذكرهم فيها بسيك أحاديث محتاجين أن نعمل بها في هذا الزمان محتاجين أن نعمل بها فصوص في الفترة هذه يعني فترة دي للصيف الحمد لله لوقت كين الحديث الأول أخرج أبو المحبان في صحيحه يقول فيه نبي صلى الله عليه وسلم من بات طاهرا بات في شعاره ملك فلا يستيقظ إلا قال الملك الله مغفر لعبدك فلان إنه بات طاهرا إنسان ملك ناس على وضو سنة من سنن الحبيب صلى الله عليه وعلا عليه وسلم اللي هو عدد كبير دي للناس يعني إلا من أخذ الله بأيديه موفقا مملكة بقوة السنة هذه سنة عظيمة جدا قبل متى ناس توضى إلا توضيت قبل النوم يبيت معك في الفراش وحد الملك يعني تكون محفوظ ما تخافت حاجة حديث آخر تكرناسة هو ما من مسلمين يبيت طاهرا فيتعار من الليل فيسأل الله تعالى خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه لكي ناس مضي وضربات الفقه في الليل وطلب أي طلب واتمنى على الله أي أمنية وادعى بأي دعوة يكون متأكد بأن سيدر بغادي يعطيها لي والله العظيم لمجرد ماشي أنا بوحدي عدد كبير دين ناس كنعرفون تحققت المستحيلة بهذه هذا سير من الأسرار سمعوا ليك سيدر بيليوم بغالبك الخير ربما الفرج قريب ذاك الأمر اللي في بالك فرج الله قريب هذا الهم اللي عندك فرج الله قريب إلا سمعته هذا الحديث والحمد لله ركس سمعته بقى أنك الطبق الكرة هاي عندك وصفة نبوية مجردة شاغلاك شي حاجة عندك شي أمنية كتمنى شي حاجة مليك ناس ناس ونتموضي السهل ما يكون والوضوء في الصيف كيكون سهل من الشتا يك الشتا كي الإنسان تقولي تيخاف من المبارات وكذا وكذا الوضوء في الصيف تقولي تنزاهة تقولي الإنسان كيتمتع وكيتوضى عادة أي شي مرة نهضر على النية الفرق بين هذا وهذاك لكن الإنسان يبات موضي هذا هو المهم ضربتك الفقه في الليل تمنى على الله طلب اللي بغيتي سيدة ربي سيستجيب لك أتقذي مرة أخرى والله العظيم لفرج الله قريب ألا إن نصر الله قريب مدام سمعتي هذه الحديثة عمرك ما سمعته سمعت هذه المعلومة عمرها كانت في بالك بغي بك الله الخير سيدة ربي بغي يعطيك هالطريقة بدأت كتبا حديث آخر أو قبل أن تكرر الحديث هذا أنا لابدت وأنا موضي شنو كان استفد شنو علاقته بفصل الصيف شفنا هذه الفوائد هذه كان واحد فائدة سر من الأسرار لا يعلمه كثير من الناس كلي عرفوا غير الحكماء والأولياء والصلحاء هو أنك أخي الكريم واختي الكريمة من لي كتبت على وضوء كنعرفوا بأن الروح في النوم تخرج من الجسد كتبقاش في الجسد كتبقا الكسدة خدام القلب وخدام العقل وخدام الكبداء والطيحان والأعضاء كلها خدامة ولكن الروح في نهية طلعت قال تعالى الله يتوفى لنفس حين موتها والتي لم تبت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل المسمى فالأرواح تقبض في الليل الأرواح كتبض فين كتطلع عند الله تعالى لبات موضي روح كتبات ساجدة تحت عرش الرحمن روحك كتبت للكل ساجدة تحت عرش الرحمن انت بيت موضي هذا الجزء طيب لناس بغير وضوء وروحك تسعد لكنها تحرم من دخول الحضرة الإلهية كتبقى واقفة على البيت ما قدرش تدخل لأن ملاها ما توضر فروحك أوتوماتيكيا إلى باتة ساجدة تحت العرش فإنها تشحن بالأنوار وتشحن بالأسرار وتشحن بالطاقة فمن لك ترجع للجسد ديلك تترجع روح أخرى نشاط آخر وقوة أخرى مش في حالك الروح اللي بقيت على برة لأنها ضمن الروح التي سجدت تحت العرش كتكون قريبة بزاف من الله تعالى الذي هو نور السماوات والأرض حديث آخر جميل جدا وعنده علاقة بفصل الصيف ده بتتكلمنا على واحد العمل بسيط نحاوله أننا نتعلمون نديره في هذا الفصل هذا هو أنه قبل ما نمشي نعز بالليل نتوضى غدينزيدوا على الوضوء واحد العمل آخر شنو هو هو أن فصل الصيف فرصة أنني نتعلم ندير قيام الليل ليه كنتي كدير في رمضان أقلتي كنتي مرة مرة في رمضان كاتفق شوية قبل الفجر وكاتمشي كتابت المسجد إلا كانوا كيديروا عندكم قيام الليل في المسجد وكتي كتصلي وضغتي الحلاوة ديله فصل الصيف فرصة أنك تعلم هاد العبادة هدي ليهي عبادة محبوبة عند الله تبارك وتعالى يحبها الله تبارك وتعالى عبادة قيام الليل أنك تفق شوية قبل الفجر ودرش ركيعات في خلوة مع الله بوحدك ما شافك حد هاد الصلاة دي الليل أخي الكريم أختي الكريمة ماشي أي واحد كي قدر عليها وماشي أي واحد يوفق إليها في بعض الأهثار أن الله تعالى يرسل جبريل فيقول له يا جبريل أيقظ فلانا وأنم فلانا يعني اسمية دي الليل كي أعطيها اسمية هادو بغيتهم يفقوا هادو بغيتهم يبقوا ناسي كين الناس لا يحب الله سماع أصواتهم وكين الناس يحب الله سماع أصواتهم فيوقظهم في تلك الليلة شوف إذا أحبك الله ووفقك ومن التوفيق زي الله تعالى أنه في كل وقيتة معينة فيها واحد العمل معين يناسب هذا الوقت يك كل وقت عنده واحد العمل معين نعطيك مثال ما ليك يؤدي المؤدين في الجمعة أرى أفضل عمل على الإطلاق في هذه الساعة هو أنك تجلس تسمع الخطبة حسن من تلوات القرآن وحسن من صلاة النوافل وحسن من الاستغفار وحسن 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 ذلك الأعمال كلها ما مقبولهاش في هذه اللحظة اللي مقبول في هذه اللحظة هي أنك تسمع الخطبة إذا ندي للصلاة من يوم الجمعة فسع ولا ذكر الله لضربات الفقة قبل الفجر أفضل عمل على الإطلاق هو أنك تصلي وتستغفر مولك سبحانه وجل في علا طيب فقتي وما درتي أول في ذاك الوقت شديتي التليفون وكتلقى علينا ياك نسأل الله السلام والعافية كي يكون في حل شي واحد ما عرفتش يعني تفتح لي واحد الباب قول داخل كين الخير وكين الكنوز وكين مال الدواطاب وأبقى أكي يشوف مبغش يدخل وكتوقع القضية بزفل السيدات تفيقها ولدها ولا شي حاجة في حالها كتاب وكتوقعها فيقة وما تدير والفذك الوقت لا يا أختي رمنا دم فيقك الله تبارك وتعالف ذاك الوقت أنا أبغى بك غرض أبغى لك الخير أليس ربنا أو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول أن الله تعالى ينادي كل ليلة إذا بقي ثلث الليل الأخير هل من داعين فأجيبوا هل من مستغفرين فأغفروا هل من صاحب حاجة فأقضيها له فالصيف فرصة أننا نتعلموا نديروا قيم الليل الحمد لله ما تابعنا لما ندراسة مع الصباح ما تابعنا طرنسبور ما تابعنا أولو وما نقولش أنا ما زال صغير ما نقولش أنا بقي الله عندي 15 عام لا من صغير 16 عام ما صغيرش تعلم أنك تدير قيم الليل ونت عندك 15 عام آه للا خلي ولدك يدير قيم الليل لا بغي يدير قيم الليل وعنده 15 عام خلي اللهم يتبلب العبادة ولا يتبلب شي بالي أخرى خليه يدير قيم الليل خليها خلي بنتك بقى عندها 16 عام خليها يدير قيم الليل خليها طلب الله تعالى من يدري شحال من واحد حياته كان فيها خير كتير وكانت بركة وكانت حيات طيبة بس ما بياش بس ما بشي أيام اللي كان قولوا حليها هنا المراهقة ما دوزهش ما دوزهش في المصائب هذه الأيام دوزها مع الله تعالى دوزها مع الصلاة ودوزها مع القرآن ودوزها مع العلماء فالله تعالى أكرمه بقية حياته بالبركة هذه لها ديك الأيام إذن فضل الفصل هذا فرصة أن الإنسان يتعلم بدي دير قيم الليل فمليش بغيت ناس تتوضى ودير النية ديل أنك بغيت نود تصلي واحد خمسة دقيق عشر دقيق ربع ساعة قبل الفجر دير دير نتنية نويها عندك تنعس وما تكونش ناوي نوي أنك تفق الحمد لله كتفق تصلي الفجر نوي أنك تدير في دي القيم الليل قبل الفجر كيقول سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم اسماء عدل حديث العجيب تقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل واحد جهة الناس توضى مش بشي ناس نوى أنه بغي يفق واحد خمسة دقيق أو عشر دقيق أو ربع ساعة أو كذا قبل الفجر بغي يدير شي باركة يقيم لي بغي يصلي شي ركعات قبل أذى الفجر فغلبته عينه من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبته عينه حتى أصبح ما سمعش منبه الصوت الغفع ما سمعش له من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبته عينه حتى أصبح يعني حتى أدن الصبح كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه يلا أنت بالنية أختيت الأشر لكن مش النية دي لأنني ناوي نفيق وما ما نويش نفيق لا ناوي ناوي دير بالصح لا حلة مع الله مجرد أنه نوى أنه يفيق لكن في الآخر ما ضربته الفيق احتسمع الأدن دير الفجر سيد ربي تصدق عليك بديك دقائق ناستها وكتب لك الأجر لأنك قمت الليل طيب واحد كي دير دائما قيام الليل وشي نهار ما فقش في الليل ربما كان عيان ربما كان مريض ربما 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 ما فقش تقول سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى عليه وسلم ما من امرئ يكون له صلاة بالليل يعني عنده وحد الورد للصلاة في الليل كي صليش بارك في الليل فيغلبه عليها نوم إلا كتب الله له أجر صلاته وكان نومه عليه صدقة من ربه علاقتها تشي بفصل الصيف هو أن فصل الصيف ممكن أنك تفاق ممكن ترجع تنعس مورا للفجرد مولفك تفاق دائما مع السبعة مثلا ممكن في الصيف تنعس الثمانية للتسعود انت فعوتلا الصيف فرصة أنك تكتسب هذه العبادة هذه وأنك تدخل من هذه الباب باب الصلاة بالليل وهي أحب الصلاة إلى الله بعد المفروضة صلاة يحبها الله تبارك وتعالى جدا 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 الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى فاصل قصير ثم نلتقي بعده مباشرة في مزيد من الأحاديث عن كيفية استغلال الصيف خاصة ليل الصيف فاصل قصير ثم نواصل بعده مباشرة ترجمة نانسي قنقر نواصل معكم معاشرة محبية القرآن الكريم هذه المواد والفقرات ودائما عبر أثير إذاعة محمد السليس للقرآن الكريم من الرباط الله تبارك وتعالى فتسعى المباركة أن يحقق فيها رجاءنا يا ربي جعلها ساعة استجابة الدعاء جعلها يا ربي ساعة الكرم وساعة الفيض وساعة البركة وساعة الرحمة وساعة الفرج علينا جميعا يا ربي اللي عنده شيء أمنية فتسعى المباركة يا ربي أعطيه الأمنية ديره وحقق الرجاء ديره لشيء معصية شدهف يعني متحكم فيه وشد لي واحد الحيز كبير منقلب وتيحس بأنه ما قادرش أنه يتخلى على هذه المعصية هذه الله تعالى أن يبغض إلينا جميعا المعاصي يا ربي بغض إلينا معصيتك وحبب إلينا طاعتك يا ربي افتح لنا أبواب الخير وأبواب التيسير وأغلق عنا أبواب الشر وأبواب التعسير واجعل لنا من كل هم الفراجة ومن كل ضيق المخرجة واسلك بنا مسالك النجاة وأعطينا الرجاء وفوق الرجاء يا مجيب الدعاء يا سميع النداء يا رب الأرض والسماء نتكلم عن الليل علاقته بالصيف كيفاش أنني نستغل هذا الموسم المبارك شي أمور لي هي أعمال بسيطة ولكن تقبي يا أخي الكريم واختي الكريمة بأن النتائج دياله والتأثير دياله والمفعول دياله كبير وكبير 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 بزاف تفقنا أن ناخذها عادة إن شاء الله في هذا الموسم هذا إن شاء الله ونطلب الله تعالى أنها تبقى معنا حتى نلقى الله تعالى أن ما نعسوا حتى نتوضعوا بإذن الله إنساني نعسوا على وضوء نعسوا على وضوء من الأمور كذلك وإحنا نعسين إن شاء الله تكون ديك النية ديال أنني بغي نفق ندير شي باركة ديالصلاق قبل الفجر وهدني يبحدها الله تعالى كي جزيلي قلنا في الحديث من أتى فراشه وهو وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبته عينه حتى أصبح كتب له ما نوى وكان نوه صدقة عليه من ربه كين واحد الأمر أكيد واحد العدد كبير منكم السمعية الكرام كيديروه بغيتكم توصلوه الناس لما كيديروهش واحد السنة عظيمة جدا من سنني سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسوننا شنو هي هي كيفاش نعز كيف كان كان كي نانس يد محمد عليه الصلاة والسلام هكوه و القدوة احنا كان قناق تدعو به هو اللي كي علمنا شنو كان يحب الله تعالى شنو كان يرضي الله تعالى سيدة محمد صلى الله عليه وسلم كيوصي سيدنا البراء بن عازب صحابي جليل كيقول لي إذا أتيت مدجعك يعني بلاستك فينكت ناس فتوضأ وضوءك للصلاة توضأك أنك غتصلي ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل الدعاء اللي انتم حافظين وكاملين وأغلبكم حافظوا انذكروا به انذكروا به الناس اللي ما كيعرفوهش لما حافظش هذا ممكن أنك تكتبه ورقة وسطيله ما عندكش الإمكانية ممكن أنك تسجله الحمد لله الآن عندناد الهواتف ديناك تسجل ما عندكش ورقة وسطيله ما عندكش كيفاش دير تسجله وقت ما دخلت الانترنت كتب الدعاء النوم قد يخرج لك إن شاء الله وجدتي وريقة وسطيله على بركة الله يقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم للسيدنا البراء بن عازي بدا أتيت منجعك فتوضع وضوءك للصلاة ثم تضطاجع على شقك الآيمن ثم قل اللهم إني أسلمت نفسي إليك هذا دعاء دي لنوم ما يزجوش ليك حتى راسك تسويت نعس وما كديش هدوح خسك نديره خسك نديره إحنا غنشوفه في الأخر أشنوك يعطيك سيدربي لدرسي هدوح اللهم إني أسلمت نفسي إليك قد يقول لي يا ربي هاي نفسي دي لك بنيدك أعطيتها لك يا ربي ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت حفظ الدعاء أخي الكريم حفظه نعوده نعوده اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت مزيان أشغي أعطيك الله إلا درتي هالدعاء وناستي توضيتي درتي الدعاء ناسي على جنب كليمن دم الأمانة أمد توفى العبد كي يقول صلى الله عليه وعلى عليه وسلم لسيدنا البراء بن عازف فإن ميت من ليلتك ميت على الفطرة إلي جاب الله الإنسان در هذه الدعاء توضى نعستي على جنب كليمن درتي هذه الدعاء نعستي دم الأمانة أمد اللي مات من بعد مدى هذه الخطوات الله تعالى يقبضه على الفطرة والفطرة هي لا إله إلا الله محمد رسول الله يدخل الجنة كتكون عنده خاتمة حسنة جدا هذه خاتمة حسنة وش حال من واحد ناس وما فاقش إياك نسأل الله تعالى أن يطيل أعمارنا جميعا في طاعته واخا درت الدعاء وفقت مع الصباح تقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإن أصبحت أصبحت بخير كتفقك تلقى بأن البدن ديك مزيلا كتلقى نفسيتك مزيلا وروحك مطمئنة كتحس برسك بأنك بخير وعلى خير دعاء جميل جدا نعودوا مرة أخرى نعودوا اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك في بعض الروايات وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجميك إلا إليك كامنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت أخي الكريم شفتي إلا بغيتت ناس شديتي مثل التليفون ديك بديتي كتقلب في الواتساب ودخلتي لمواقع التواصل الاجتماعي وكذا وكذا إلى آخرية آخر حاجة درتي في الليل ودك الناس بقي ترسك بأنك كتيشت التليفون في الدك وكتي داخل كتقلب على شي حاجة كتشوف شي حاجة نعستي 990.9% أول ما تحل عينك غتمشي للتليفون نعستي كنتي شعل التلفازة وقيتك تتفرج بشي حاجة تدتك عينك وطفت بوحدها 990.9% لفقتي هتزدلكم وغتشعل التلفازة هي اللولى نفس الشيء بنسبة الراتيو شنو بغيت نقول الحاجة اللي ختمتي بها نهارك هي اللي كتبدأ بها نهارك ستكون لك تضع في واحد الدائرة ولذلك علماء النفس يتكلمون على واحد المعنى خطير جدا وهو ما يسمى بالساعة الزهبية الساعة الزهبية شنو الساعة الزهبية يدك السوعة اللي كتسبق النوم لان باختصار اخر حاجة كتديرها في حياتك واخر حاجة كتديرها في في يومك كي بقى العقل الباطن يشتغل عليها طول الليل وكنا عرفوا بان العقل الباطن يك كي بقى خدام ربع وعشرين ساعة لربع وعشرين ساعة كي بقى تيطورها وتينميها تيبقى مشغول بها الليل كامل فملكة فيقك تلقى بأنك أول حاجة كتبغي تديرها هي دك شي اللي درتي في الخر لذلك المؤمن يحرس كل الحرص أنه ما ينعش على واحد الحالة النفسية خيبة عندك للا تكوني مضاربة مع راجلك ومخاصمة معاه وتنعسوه على خصام يقيناً غا تفيقه على خصام عندك تكون مخاصم مع ولدك ونوضتها معاه ونعستوه لما تصالحه يقيناً غا تفيقه غيبقى دك شي هو هو غيبقى يتتعود آآ دك شال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تيبونا سير توضى معلوم؟ لأن الوضوء تيهدأ الإنسان تيغسل الإنسان تينضف الإنسان كتعرف حنا عندنا طاقات إيك الإنسان كتكون عنده طاقة إيجابية وكتكون عنده طاقة سلبية الوضوء منك كتتوضى كتغسل هذه الطاقات السلبية التي تحيط بك وماشي اعتباطاً أننا كنغسلوا بعض الأعضاء معينة قالينا الإسلام هذيك اللي تغسلوا فيها حكمة بالغة ماشي عابة أنك تتغسل إديك وكتغسل وجهك وكتمسح راسك وكتمسح ودنيك وكتغسل رجليك فيها حكمة أعضاء خطيرة جداً هذيك الأعضاء اللي كتشد الطاقة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تيعلّمنا كيفاش أنا نغسلوها وننظفوها ونعطوها طاقة إيجابية وسيدنا محمد كيعلّمنا وكيقولنا عرض بالك إلا كنتي غضبان سير توضى إلا كنتي مع الصب طال عليك الزعاف سير توضى علاش لأن الغضب من النار الغضب من الشيطان والشيطان ومن النار طاقة الغضب طاقة ديال النار اللي غيط في النار الماء سير توضى جرب أخي الكريم وعافك ما نكرهش لأنني عكون كانت شي وسيلة دي التواصل تواصله جربها ورد عليّي الخبار جرب أنك توليت نعاس بوضوء نعاسك غادي تولي تلقى فيها الراحة غادي تولي تحس بوحد الراحة أكتر وانت ناس هتحس بوحد السكينة بوحد نسميه تناغم نسجام معدات يعني دي المصطلحات اللي وانك نسمي عليهم بزاف غادي تقولي تحس بوحد السكينة بوحد طمأنينة حط حط رأس كنت مرتاح سيدنا محمد كيعلم سيدنا الباراء بن عازي بتيقول يشوف يا باراء وراك يعلمنا احنا من خلالي كيقول تشوف في لبوتيت نعاس توضأ وضوءك للصلاة ونم على شقك الأيمن في واحد الحكمة القلب فين كين كين في الجهة اليسرى مليكة نعاس على الجهة اليسرية ضغط كله كيطيح على القلب الكبداء ورية وطيحها لكل شي كيضغط على القلب والقلب هو كل شي كين في الجهة اليسرى فكيضغطوا عليه هاد الأعضاء كلها كتورك عليه وكتضغط عليه وهو بوحده مسكين تماما فبالتالي كيبقى مخنوق فأتي يقولك سيدنا محمد نعاس على جنبك الليمن باش يبقى القلب الفوق فاصل قصير ثم نرتقي بعده مباشرة نواصل معكم مشاء معاشرة محبية القرآن الكريم هاد المواد والفقرات ودائما عبر أثير إذاعة محمد من السادس للقرآن الكريم من الرباط اليوم في البداية إلى رضيتي لبال أخي الكريم قلت لك بغيت نتكلم كيباش نستغله فاصل الصيف ولقيتني في الوسط كنهضر على الليل والناس وبعض الآداب المتعلقة وبعض السنن والآداب المتعلقة بالنوم وأنا كنت قصد هذا الأمر هذا لأنه إلا تقد عندك الليل يتقد النهار إلا ختمتي نهارك في الصيف بالذكر الله تعالى بالوضوء بهذه الأدعية أكيد من اللي ستفق أول حاجة ستجيك على بلك أنك تنطوض وتصلي أول حاجة ستجيك على بلك أنك ستذكر الله تبارك وتعالى ثم في الدعاء اللي درنا دبا أن ننسان إلى توضى ونعز على شق الأيمان ودر الدعاء الله مني أسلمت نفسي إليك وتوجهي إليك إلى آخر الدعاء إلا قبض الله تعالى الروح فإنه يكون قد مات على الفطرة بمعنى يذهب إلى الجنة إن شاء الله إلى فق ورجعت الروح للجسد يصبح على خير خير في البدن خير في النفس خير في الإيمان خير في روحه طيب بغي نختم بواحد المسألة يكثر حول هالنقاش ودائما يعني كي هضرو في هالناس ودائما تسولوا عليها هالناس بواحد الشكل الكبير أنا ناوي نفيق واحد ربع ساعة قبل الفجر وندي رجي باركة دير قيام الليل عندي سؤال شفعوا لوتر نسليه مرة العشاء قبل ما الناس أو نخليه حتى قبل الفجر المشكلة اللي عندي هي أنني لا خليته قبل حتى قبل الفجر بعض الخرات كان فيق قبل الفجر وبعد الخرات كان يقدن علي الصبح وبعد الخرات حتى يفوت الآدم دي الصبح كان فيق شنو ندير ونسليه قبل ما الناس أولا نصلي مرة لعشان مباشرة أولا نخلي تل تلقب الفجر وعليك يا مولانا واش نفق ولا ما نفقش شنور رأي دي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في المسألة أولا التفق بأن الله تعالى وتر بوحدو كتعرفوكين الأعداد الفردية والأعداد الزوجية الوتر والعداد الفردي فالله تعالى واحد لا شريك له ما غير الله تبارك وتعالى كن زوجين ومن كل شيء خلقنا زوجين أي حاجة تحلك على بلك فيها الذكر وفيها أنثى أي حاجة أي مخلوق خلق الله تبارك وتعالى أي شيء كن في الكون غير تلقى بأن زوجين دائما هناك زوجين إلا الواحد الأحد سبحانه الفرد الصامت في الفرائد در لنا سيدر بوحد الصلاة ويترية هي صلاة المغرب وذهب بعض العلماء إلى أنها الصلاة الوسطى التي أخبر الله عنها في قوله تعالى حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى في النوافل در لنا سيدر بالوتر هو ذاك الوتر اللي كنصله مع الشفع كنصله الشفع ركعتين وكنزيده مع الوتر وفي الحديث يقول صلى الله عليه وعلا عليه وسلم إن الله هو وتر يحب الوتر من أحب الأعمال إلى الله أنه يحب الوتر هذه الرقعة اللي كتختم بها صلاتك يحبها الله تبارك وتعالى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم العارف بالله سيد العارفين وأستاذ العارفين وإمام العارفين وأعرف الخلق بالله سبحانه جل في علاه كان حتى في حياته في الأمور العادية ديله في حياته يحرص على أنها تكون وترية تخيل حتى في اللقمات اللي كياكل ديل الطعام محسوبين وكانت يديرهم وترية كي يدير خمسة اللقمات سبعة اللقمات سعة اللقمات كان ملي كي تحتلي التمر صلى الله عليه وسلم كان كياكلوا وتري يعني عدد فرضي ما تياكل شجر تمرات فكي يحبس لك ياخد ثلاثة كي يدير شربعة يقدر يدير خمسة ما تيدير شستة يدير سبعة هكذا كان حريص أنه كيت تحبب لله تبارك وتعالى بهذا العمل هذا فشارع الله تعالى لنا في النوافل الصلاوات أننا نديره صلاة الويتر طيب السؤال وش نصليها؟ مر العشاء قبل بالنعس وننخليها تنفيق سيدنا عمر و سيدنا أبو بكر الصدق اختلفوا في هذه المسألة و سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عنده مجموعة دي الأحاديث يقولوا في واحد الحاديث لا ويتراني في ليلة ما يمكنش في ليلة وحدة تدير زوج ديال تصلي ويتر وتعود تصلي ويتر ما كيبقاش ويتر ما كيبقاش عدد فرضيك واحد يلزتي الوحد غيون لي زوج عدد زوجي غيون لي شفع وكيقول صلى الله عليه وسلم في الحاديث اجعلوا آخر صلاتكم من الليل ويترة إذن كيف أجمع بين هاد الأمرين هذي ما قدر نصلي متى نقبل من الناس أم لي غنفق مع الصباح فقط قبل الفجر أخذني نصلي واش نعود نصلي الويتر لا ويتراني في ليلة اجعلوا آخر صلاتكم من الليل ويترين إذن أنا صليت ما نعودش نصلي فسيدنا أبو بكر الصدق و سيدنا عمر اختلفوا في القضية جاء عن سيدنا محمد قال لي سيدنا أبو بكر يا رسول الله أنا قبل ما كالناس كندير الويتر كنصلي الويتر كالناس وقال لي أنت يا عمر شكدير قال لي أنا يا رسول الله كنكون متأكد بأنني غدين فيق تنخلي حتى كنفق فقال عليهم حذر هذا وقوي هذا سيدنا أبو بكر حذر خايف لم يفقش خايف لا يقبض الله تعالى الروح سيدنا عمر خذها بالعزم وبالعزيمة أنا فيق ودير نية ديلي أنا ننفق غدين فيق أنا وانت شنون نديره رأيي شخصي خلي الويتر حتى تتويت ناس نفترض صليت العشاء مثلا مع مع الجماعة في المسجد خلي الويتر حتى تتويت ناس ألاش باش يكلك سبب أنك تتوضوت ناس حتى تقربت ناسي إن شاء الله وتتوضى وصل الويتر شفع الويتر كتكون ختمتي يومك بأحب الأعمال إلى الله وبهدلك أدل الأمر هذا وبهد العبادة هذه كتكون من أحباب الله لأنك قدرتي واحد العمل يحبه الله أرضبالك أخي الكريمي لك الله تعالى يحبك ما يعدبكش شتيل واحد صلى الويتر وناس ومات ختم يومه بعمل يحبه الله تبارك وتعالى ومدام أن الله تعالى وفقه لذلك العمل فهو يحبه ولا يعذبه وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلما يعذبكم بذنوبكم فلما يعذبكم بذنوبكم الحبيب لا يعذب الحبيب لا يعذب محبوبه قل فلما يعذبكم بذنوبكم فإلى صليتي لويتر قبل ما تتنعس كتكون ختمتي يومك بأحب الأعمال إلى الله طيب فقط بدا صلاتك العادية صلي متنا 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 وما تعودش تدير الويتر صلي متنا 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 وما تعودش تدير الويتر لأن لا ويتراني في ليلة طيب سيدنا علي رضي الله عنه وأرضه وأختي مبت القضية هذه كان كيدر واحد الحيلة جميلة جداً هذا سيدنا علي رضي الله عنه وأرضه كان تدير واحد الحيلة شنو هي يوتر قبل أن ينام كيصلي شفعوا الويتر وكيدير الويتر قبل ما يناس ملي كيفيق بالليل ملي كيفيق عندما يستيقظ في الليل أش كيدير كيصلي ركعة كأنه كيصد بها ديك الركعة دي الويتر اللي كانت هذا سيدنا علي رضي الله عنه وأرضه كيصلي ركعة كأنه كيصد بها ديك الركعة دي الويتر فمبقاش عنده ويتر ولا عنده شفعه مبقاش ركعة فردية ولا تزوجية دبا ثم يصلي ما شاء الله له أن يصلي ويختم صلاته من الليل بالويتر فانطلب الله تبارك وتعالى أن يوفقنا قلنا نتفق على الوضوء نصلي الويتر قبل النوم نعسو على جنبنا الليمن وندروا الدعاء هذه الأعمال إلا حافظنا عليها وتعلمناها في فصل الصيف وحاولنا أننا ندروها في فصل الصيف واكتسبناها واخدناها عادة واخدناها يعني واحد الأمر اللي يقول لي غادي معنا في حياتنا دايما والله الذي لا إله إلا هو حياتنا ستتحسن حياتنا ستتحسن وعلاقنا بالله غادي تقوى وغادي تزيان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته